إلى تفاصيل أهلا بكم ليلة ماطرة في مراكش نحو ستين مليمترا في ظرف ثلاث ساعات فقط كانت كافية لتحيل من جديد على ضعف البنية التحتية سبعة منازل قديمة تهدمت تماما في دوار سراغنة وحيسد يوزف بن علي ولحسن الحظ لم تسجل خسائر بشرية المتابعة معك يا سيل جوينتي سيول جارفة لأمطار طفنية غمرت شوارع مراكش وبعض الأحياء العتقة ستون مليمترا كانت كافية في ظرف ساعة ونصف لكي تتسبب في انهيار جزئي لسبعة منازل التي غمرت المياه بدوار سراغنة كما تضررت بعض الأحياء بالمدينة العتقة خاصة حي الملاح والسيد يوزف بن علي داخل المنازل اتلف للأفريشة والآتات لأمطار غزيرة عارت واقع البنية التحتية بالمدينة الحمراء وذلك بفعل انسداد للقنوة الصرف السحي الوضع الذي تطلب من السلطة المحلية تعبئة من أجل إخلاء سكان العديد من الضوري الآيلة للسقوط كما تم تسخير الوسائل الضرورية من أجل إزالة مياه الأمطار في حين لازلت بعض الأسر تحصي الخصائر المدية التي تسببت فيها تساقطة الغزيرة والتي كانت سببا في حدوث فيضانات بالعديد من المناطق والتي خلفت تدمر لدى ساكنة مركش أمام واقع يبرز هجاسة البنيات التحتية وتساقطة مطارية هامة عرفتها ليلة البارحة منطقة القلعة سرغنة 60 مليمترا في منطقة العطاوية 48 مليمترا في سيدرحال وخارج رقعة الهضبة والفسفات 16 مليمترا سجلت في ميدلت و8 مليمترات في تادلة و5 مليمترات في بن ملال وأقل من مليمتر في مدينة فاس ترجمة نانسي قنقر